اشتركوا في القناة في اعقاب زيارتنا هذا اليوم لقصر القضيبية وفي ضوء ما شهدناه خلال جولتنا للاطلاع على سير العمل في الادارات التابعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء فانه لمن دواعي سرورنا ان نعبر بداية لسموكم عن بالغ تقديرنا وامتناننا وشكرنا على ما تم تقديمه لنا من شروحات واجاز واف لما يتم متابعته وانجازه من خطط ومشروعات حكومية وبادارة تتسم بالتنظيم الكبير والدقة الفائقة في التنفيذ وباشراف مهني يقف على دقائق الامور ويراقب كل ما يلزم لتحقيق اهداف المبادرات ذات الاولوية وذات الارتباط المباشر بما ينفع ويخدم المواطنين والمقيمين وبما يضمن تحقيق درجة عالية من الجودة والتفوق التي هي سمة من سمات ادارة العمل الحكومي بقيادة سموكم وفقكم الله ولا يفوتنا في هذه المناسبة ان نسجل اعجابنا الكبير بالكوادر البحرينية من الشباب والشابات العاملين في هذا الموقع الهام ولقد سعدنا باللقاء بهم وبحجم حماستهم وهم يمثلون الوجه الجميل والمشرق لفريق البحرين الذي نعتز بعطائه اشد الاعتزاز ونجد في ادائه صورة مشرفة لجهزية الكوادر الحكومية لتأدية واجباتها الوطنية على اكمل وجه ممكن باذلين في ذلك اقصى طاقاتهم بما يملكون من عزم قوي ونشاط لافت نباركه لسموكم ولهم سائلين الله ان يعينكم على حفظ امانة خدمة الوطن الغالي الذي يستحق من الجميع المزيد من البذل والعطاء لما يديم رفعته وبما يبقي رايته علية وخفاقة بعون المولى وبفضل نجاحات وانجازات ابنائه وبناته والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين هذا وتلقى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى يده الله ورعاه رسالة شكر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإخلاص والولاء لجلالتكم أيدكم الله وأدام عليكم الصحة والعافية وطول العمر لقد تلقينا ببالغ الفخر وعظيم الامتنان ما حمله كتاب جلالتكم من تقدير سام لما تحقق لمملكة البحرين من تقدم في منظومة وأداء العمل الحكومي وهو ما يزيدنا شرفا وعزبا على بذل المزيد أعلاء وعزة ورفعة للوطن الذي يواصل نهضته المباركة في عهد جلالتكم الميمون الذي أمن الفرص الواعدة لأبناء البحرين والتطور المستمر للوطن والذي أصبح بتوفيق من الله عز وجل وبقيادتكم الحكيمة وحكمكم الرشيد نموذجا متقدما في مساع الخير والتنمية والإنجاز سيدي صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم إن أوامر وتوجيهات جلالتكم تشكل لنا دوما منهاج عمل شاملا ومتكاملا لتسخير كافة الإمكانيات لصالح تحقيق أولويات العمل الوطني بما فيها من نمو وبناء وخلق الفرص الواعدة للشباب البحريني لنواصل تحقيق رؤيتكم السديدة في تعزيز مسيرة الوطن المباركة والتطلع للمستقبل بتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات في مختلف القطاعات التنموية وتعزيز مكانة مملكة البحرين التنافسية سيدي صاحب الجلالة أيدكم الله إن إشادتكم الملكية السامية تدفع فريق البحرين بكافة كوادره الوطنية إلى المضي قدما بكل إصرار وفخر لتحقيق تطلعات مسيرتكم التنموية الشاملة حيث إن كل الجهود والمساعي التي أثمرت وحققت نجاحاتها لتطوير العمل الحكومي وتحديث منظومته وتحسين خدماته كانت بتوفيق من الله عز وجل ومن ثم بفضل توجيهات جللتكم السديدة أيدكم الله التي أرسيتم بها دعائم النهضة ومنطلقاتها إن فريق البحرين يعتز بقيادتكم ويستلهم منها القيمة التي أصلتموها بأن خدمة الوطن وأبنائه الأعزاء واجب مقدس وينهل من حكمة وحنكة جلالتكم العزم والإرادة للتقدم والتطور للوطن بروح جامعة سمتها حب التحدي وعشق الإنجاز في الختام أجدد لجلالتكم العهد والولاء برا وإخلاصا لمواصلة العمل للإسهام في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء لتكون البحرين دوما للجميع أملا حاضرا وأمدا نسأل الله المولى العلي القدير أن يحفظكم عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي ولكل الأسرة البحرينية الواحدة إنه سميع مجيب الدعاء ودمتم سيدي بحفظ الله ورعايته موفقين سالمين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صدر عن حضرة صاحب الجلالة المالك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظ الله ورعاه مرسوم رقم 21 لسنة 2022 بتعيين محافظ لمحافظة العاصمة جاء فيه يعين الشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد الخليفة محافظا لمحافظة العاصمة وتكون مدة تعيينه في المحافظة المذكورة أربع سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة